بما أننا كنت أتكلم على الجمهور مع حضراتكم برضو رسالة إلى جمهور السوشال ميديا الحقيقة اللي هو الشباب الصغير اللي هو دايماً اللي هو اتولد على انتصارات النادي الأهلي الدائمة هي دايماً حقيقة خلال السنوات أو القرون السابقة أو المية و 12 سنة السابقة كانت دائماً متواجدة ولكن يمكن هم اتولدوا في الفترة الأخيرة دي اللي كان دايماً النادي الأهلي بيكسب كل شيء ومازال الحمد لله حاجة مهمة بس عايزة وصلها لحضراتكم أن مسندة الفريق أهم شيء مسندة فريق كرة القدم هي أهم شيء بالنسبة لجمهور النادي الأهلي بيكلمني ناس كبار الحقيقة وشباب صغيرين خلال 3-4 ايام اللي فاتوا قد إيه محروقين ولكن قد إيه برضو مش محروقين أن هم اتغلبوا لكن محروقين أن هم الدوري أهم حاجة بالنسبة للنادي الأهلي إيه أنه ياخد الدوري العام هي دي الفرحة الكبرى هي دي الفرحة للنادي الأهلي وجمهوره مستنيها فمش عايزين حضراتكم اللي هم الشباب الصغير اللي بقاله 10-15 سنة من ساعة ما تولده هو دايماً بيشوف في النادي الأهلي بيكسب كل مبارياته الكرة فيها كده وفيها كده الكرة فيها كده وفيها كده وفيها تلات نتائج أنا دايماً بقول الكلمة دي فيها مكسب وخسارة وتعادل فاللي أنا بقوله أن دايماً اتعلمه من الأجيال اللي قبلوكه الأجيال اللي قبلوكه اللي قبلوكه بتفضل تساند في الفريق مهما حصل وبتفضل تقف في ظهره مهما حصل لأن دايماً بيحصل كبوات ما فيش نادي في العالم ما بيحصلش في كبو مهما كان النادي ده فتخيلوا بقى حضراتكم أن أنت مش في كبوة أنت في سوق توفيق خلال الفترة السابقة خلال مباراتين الأخيرتين تحديداً قبلها أنت كسبان 9 مبارات وال10 مبارات لكن المباراتين الأخيرتين سواء سانداونز العودة أو مبارات بيرامدز سوق توفيق واضح جداً لللاعبين ومشكلة إضاءة الفرص فأنا مش عايزكم أنتو كجمهور للسوشيال ميديا تتشأموا أو لا لا بالعكس أقفوا وراء فريقكم أقفوا في ظهر الفريق تعلموا من الأجيال اللي قبلوكو قد إيه كانت بتساند اللعبة بتاعتهم قد إيه كانوا بيفضلوا وقفين قراءهم بالغاية لما ياخدوا الدوري 40 دوري 40 كلها بمسندة جمهور النادي الأهلي قد إيه أنتو جمهور السوشيال ميديا تحديداً الشباب الصغير قد إيه بقيتو مؤثرين جداً على اللاعبين وعلى كل شيء فمن فضلكم أي حاجة بتكتبوها أخدوا بالكم منها الفترة اليومين التلاتة اللي فاتوا واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر الحقيقة من وجهة نظري ومن وجهة نظر كل الناس اللي لها في الرياضة أحمد فتحي أحمد فتحي ده واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي في تاريخ مصر وتاريخ النادي الأهلي عمل حاجات كتيرة جداً وعمل أشياء كثيرة جداً جداً في كرة القدم ومازال وعنده لسه قدامه عشان يدي لسه قدامه عنده ربنا يدي له الصحة ويدي له العمر واحد من أفضل وأهم اللاعبين في العشر سنين الأخيرة على الآل أحمد فتحي أحمد فتحي قلب الأسد أحمد فتحي اللي بيموت نفسه على كل كرة في الملعب وأنا أقول لكم بقى أحمد فتحي ده يعني طلع على إيدي وأنا بلعب كنت بلعب بكرة أيته وكن بلعب قدامي أحمد فتحي لما كنا بنلعب خمسة على اتنين في النادي الأهلي مثلاً ويجي خش علي أي حد يدي له يدي له كبري مثلاً أو يحط ما بين رجله الكرة كان أحمد بيعمل الأي لعيب تاني يتكسب لا أحمد يقوم وياخد كنا مساميينه زي الدبانة كده ما بيزهقش بيقوم ياخد الكرة وبيقاتل على الكرة هو ده اللي احنا عايزينه هو ده الروح اللي احنا عايزينها الفترة اللي جاية لسه راجع من قصابة طويلة جداً جداً هياخد وقته لغاية لما يوقف على رجله هياخد وقته لغاية لما الأوفرات المزبوطة تطلع مزبوط فدايماً عايز حضراتكو تاخدوا بالكو من الكلام ده عايز حضراتكو دايماً تبقوا شايفين الشباب الصغيرين طبعاً اللي أنا باكن لهم كل الحب وكل التقدير وبنحاول نقول لهم تعلموا من الأجيال اللي قابلكو من جمهور اللي قابلكو أو من جمهور الأجيال اللي قابلكو قد إيه المساندة بتبقى فعالة في مثل هذا التوقيت خصوصاً لما بيبقى معاك فريق كبير وفريق محترم والنهاردة تأكدنا بكل الطرق إن الفريق اللي معاك ده فريق النادي الأهلي ده أفضل فريق في مصر النهاردة تحديداً سبحان الله اللي قاعدت فرج على مبارات الزمالك وبيرامدز أو بيرامدز والزمالك يعرف قد النادي الأهلي ده فريق محترم فريق قوي ده الفرقتين يعني ما رحوش للجون ولكن بيرامدز جاب هدف وكان ممكن يجيب التاني مثلاً من ضربة الجزاء اللي عملها عمر خربين في النهاية المباراة انتهت بثلاث نقاط لنادي بيرامدز وعمل مباراة جيد لكن لما تتفرج على المباراة تتبسط ان انت أهلاوي تتبسط ان انت عندك فريق تم تكوينه خلال الفترة اللي فاتت بكل الطرق بنجيب أفضل لاعبين موجودين سواء في مصر أو برا مصر أو على قد ما نقدر أو على قد ما مجلس الإدارة اللي موجود يقدر يعمل كده وكل اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم دول كلهم أمل خلال المباراة القادمة ان هم يموتوا نفسهم بما فيهم أحمد فتح وحسام عشور كباتن الفريق النادي الأهلي وشريف إكرامي كباتن الفريق النادي الأهلي هم دول اللي عليهم عبق كبير جدا خلال الفترة اللي جاي ولكن أحمد فتحي تحديدة لأنه كان الكلام عليه كتير جدا الفترة اللي فاتت أو اليومين ثلاثة اللي فاتوا فعشان كده أنا بقول لحضراتكم أو لجمهور السوشال ميديا اللي هو الشباب الصغير خدوا بالكو من الكلام اللي بتكتبوه لأن الناس بتستغل الكلام ده وبتحطه في مناطق مش مزبوطة وفي أماكن مش مزبوطة جمهور النادي الأهلي هو المساند الحقيقي للاعبة النادي الأهلي وهو اللي حيفضل دايماً طول عمره كده أحمد فتحي واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي موجودين وقلب الأسد أحمد فتحي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن قلب الأسد